إن كان للرجل احتياجات ضرورية يسعى للحصول عليها فكيف يتم إشباعها؟ خاصة من جهة المرأة قد يظن البعض أن الرجل القوي لا يحتاج لشيء ما من الغير فهو مكتفي ذاتيا في كل شيء فهل الرجل العادي مثله مثل أي شخص آخر له احتياجات جسدية ونفسية وروحية؟ احتياجات الرجل هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج مشورة كافي فابقوا معنا منرحب فيكم أحباء المشاهدات والمشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا مشورة كافي منرحب كمان بالدكتور ملك نصر أهلا سهلا فيك دكتور ملك نصر في حلقة جديدة اليوم منذكر أنه دكتور ملك هو استشاري نفسي ومدرب علاقات وأستاذ علم النفس الإرشادي في جامعة فيجن الأمريكية أهلا سهلا فيك دكتور حلقتنا اليوم بعنوان احتياجات الرجل نعم مثل ما قلنا بالمقدمة في ناس يمكن بفكروا أن الرجل ليس له احتياجات أو ربما هو الكامل القوي القوي المكتفي فماذا تخبرنا عن ذلك هو أولا يعني الرجل هو إنسان عادي هومان بين يعني كائن بشري له احتياجات زي وزي أي شخص تاني يعني والاحتياجات دي احنا مخلوقين عليها مبرمجين عليها ولا نستطيع الحياة بدونها سواء الاحتياجات العادية المادية أو الاحتياجات النفسية أو حتى الروحية لكن مقسمي لها طبعا ثلاث أقصام تقريبا اه لكن خلي يعني أقول لحضرتك احنا لي أساسا بنتكلم في موضوع الاحتياجات لأن الاحتياجات هي أساس إشباع الاحتياجات في حياة الشخص هي أساس صحيته النفسية للاستمرارية في الحياة صحيته النفسية وطبعا الاستمرارية في الحياة مش بس الحياة العادية من أكل وشرب إلى آخره اللي هي احتياجات البقاء بيسموها نهاية إلى بي الاحتياجات الروحية فالموضوع أنه أتمنى أنه النهاردة تكون كل النساء بيتفرجوا علينا علشان يعرفوا إيه احتياجات المخلوق المرتبطين به أنه هو اسمه الرجل لأنه حتى يعني في الميديا كتير كلام عن احتياجات المرأة وعن مشاكل المرأة وعن اضطهاد المرأة وده عمر كويس نحن نكشف ونقدم وعي للحاجات دي لكن احتياجات رجل شوية مش بنفس الشهرة لاحتياجات المرأة مع أنه دكتور أنا أكيد أنه فيه احتياجات مشتركة ده صحيح يعني فينا نقول فيه هون دائرة وهون دائرة وبالنص فيه المشترك بين اتنين اليوم رح نحكي عن هالأمور يمكن المشتركة والأمور الخاصة بالرجل نعم نترك هديك الأمور لحلقة تانية أمور النسئية طبعا بس أنا بقول ليه أهمية احتياجات الرجل لأنه فعلا هي مسألة بقاء للرجل سواء على المستوى الكسدي أو النفسي أو حتى الروحي طيب إزاي؟ والعقلي يعني طبعا والنفس هي تضمن العقل يعني طيب خلينا نقول الآن أنه فيه نظرية معروفة جدا ومشهورة جدا وكانت أحداثة ثورة حقيقية فيما يسمى علم النفس الإنساني حاول نقدم مفاهيم بسيطة للسادة المشاهدين عشان بس يعرفوا هذا الإنسان المتحرك فوق رجلين بيحمل أي من احتياجات يعني وبيصرخ من داخله بتزديد هذه الاحتياجات سواء الرجل أو المرأة هنا المقدمة عام الأولية هذه النظرية ابتكرها وضع عالم أهم علماء النفس على مستوى التاريخ كله وهو أبرهام مازلو وسماه هرم الاحتياجات الإنسانية بغض النظر عن الرجل أو المرأة الهرم ده يشبه تماما هرم سقارة لو حالتك شفته مثلا في مصر أو في الصور بعكس الهرم العادي هرم خوف هرم سقارة عبارة عن مدرج يليه مدرج أصغر يعلوه مدرج أصغر وهكذا هو ده الهرم المتدارد فنفس الفكرة أبرهام مازلو حط نظرية سماها نظرية الدافعية والاحتياجات الإنسانية قال للأتي قال إن في حياتنا سوري في داخلنا خمس أنواع من الاحتياجات أساسية جدا 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 ولابد أن نسعى طوال حياتنا إلى إجباعها أو دون أن ندري حتى نجد نفسنا بنحاول نحن نجبعها سواء بطرق سليمة أو بطرق غير سليمة قال حاجة تانية مهمة جدا وهنا أعرفها عشان نفهمها كلنا وهي الآتي إنه أول درجة من الهرم نوع معايا من الاحتياجات لما تجبع يبتدي يبحث الإنسان على الدرجة الأعلى لما تجبع فيه يبتدي يبحث عن الدرجة الأعلى وعكاسة طيب إيه الدرجات؟ بس سؤال دكتور واللي بنحكي عن هرم معناتها أول درجة اللي حكيت عنا أول درجة هل هي الأهم واللي عراس الهرم هي أقل أهمية أو العكس أو ما إليها عليها بها؟ أو هي بس مراحل عم نحكي عنها؟ هي مراحل وده سؤال كويس جدا منك أشكرك عليه بس خليني أجله شيء عشان أقولك ممكن هي الفكرة مش أهم ولكن بنبدأ بأول احتياجات هي الاحتياجات الفيسيولوجية الاحتياجات الأساسية البقاء زي العكل الشرب والنوم والجنس كويس؟ والحاجات دي صعب جدا الإنسان يعيش بدونها خالص يعني صعب يعني من المستحيل مثلا أن الشخص يعيش من غير أكل وشرب طبعا يعني يؤدي إلى الموت طبعا لك فالإنسان دايما دافعه الأول هو تزديد احتياجاته الفيسيولوجية الخاصة بالبقاء بيسموه احتياجات البقاء ما ينفعش أن أنا أعيش من غير مية أو شرب أو نوم كويس؟ حتى الجنس في دوره البيولوجي مهم جدا ما ينفعش بقاء البشرية كلها من الجنس يعني فدي أول مرحلة أول درجة في مرحلة معينة أكيدة من حياة الرجل آه هنعرف إزاي يعني هيفضل طالع نازل على الهرم يعني لكن الأول بس نحفي درجات آه بزرط لكن الأول بنقول كده الدرجة البعد كده هي الإحساس بالأمان الحاجة إلى الأمان مستحيل نعيش من غير أمان إذا بدنا نشبه أو نعطي مقابل للأمان أو هو السيكوريتي يعني آه هو السيكوريتي أو السيكوريتي في نقول لا السيكوريتي السيكوريتي يعني ليه لأنه الإنسان جواه لابد أن يكون حاسس بالأمان دي الحاجة الثانية الحاجة الثالثة وهي الأحساس بي بيسموها الاحتياجات الاجتماعية هي الحاجة إلى الانتماء والحاجة إلى الحب والحاجة إلى الترابط والحاجة إلى التعايش والتواصل إلى آخره دي مهمة جدا جد وبعد كده الحاجة إلى تقدير الذات الحصول على أو السلف ستيم ودي أساسية جدا 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 في حياتنا النفسية ووحدة جذر من جذور المشاكل النفسية والاجتماعية والزوجية كبير جدا جدا تعطي كمان من الأمان أمان النفس للإنسان ممكن بس تقصد إيه معنى إيه من الأمان النفسي يعني بيرتاح خلص بحس حاله مقدر ما عنده شي يجتهد إليه ما عنده لازم يكون اجتهد يومي يمكن إنسان يحافظ على نظرة الناس لإله اجتهد يومي بس مجرد أنه يحس أنه فيه كبول إله وهالقيمة الذاتية وصلت لإله شوية بيرتاح نفسيا أكيد ما بيكون عنده قلق أكيد تقدير الذات ده أمر أساسي جدا وكتير من الأزواج والزوجات ما بياخدوش بالهم منه خالص خالص خصوصا للرجل بعد كده فيه الحاجة لتحقيق الذات وده أمر مهم جدا جدا كلنا جوانا قدرات ومواهب محتاجين حق ذاتنا بمعنى أنه نخرج هذه القدرات على أرض الواقع وتترجم في صورة أعمال في صورة إنجازات في صورة عطاء مهنة معينة مهنة كل ده يعني بعد شوية أضافوا للهرم ده حاجتين مهمتين جدا 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 أو مهمين جدا إيه هما؟ رقم 6 الحاجة إلى الجمال أوكي الحاجة إلى الجمال لقوا أن ده احتياج فطري يعني إحنا ببرمجين على الاستمتاع بالجمال ونحتاج إلى الجمال سواء في بيوتنا سواء في الأماكن اللي إحنا بنشتغل فيها في الشوارع ولقوا أن الجمال موضوع ليس بالسهولة أبدا لكنه شيء أساسي في حياتنا وغيابه يؤدي إلى مشاكل نفسية ومشاكل اجتماعية يعني نتكلم عن الجمال الشخصي الجمال في الآخرين أو الجمال في نفسه في الطبيعة الجمال في التناسق الجمال في النظافة الجمال في كل ما هو مرتب ده أمر مهم ومطلوب الحاجة الأخيرة بقى اللي هي الطب وأضفوها على هرم مسلو هي الحاجة إلى التعالي أو الحاجة الروحية حاجة الإنسان لقوة أكبر منه لقدرة يعتمد عليها تواصل روحي تواصل روحي مع كائن أو قوة روحية أكبر بكتير جدا من حدوده يستمدون من الطاقة نعم عشان كده بيقولوا حتى أن الإنسان يعني من اسمه في اللاتيني ما معناه هو المخلوق المتاجه إلى أعلى عشان كده إحنا عندنا احتياج وميل ودافع قوي جدا للتواصل مع الله بشكل أو بآخر دول السبع احتياجات دول بشكل عام بين كل إنسان على وجه الأرض منذ أن خلقنا حتى اليوم وإلى نهاية الحياة واحتياجات دي سماها دي الاحتياجات الأساسية الإنسانية اللي لابد أن احنا يتم إشباعها عدم إشباع هذه الاحتياجات يؤدي إلى مشاكل في الزوجية إلى خلل معين وعاطفية وعدم توازن طبعا وعدم توازن وقصص بقى حضرتك هي اللي بيشتعل عليها كل المشيرين لأنه مثلا اختفاء حاجة الأمان ده ما يؤدي إلى مشاكل اختفاء الحاجة للحب وما فيش إشباع للحب يؤدي إلى مشاكل تحقيق تقدير الذات جوزي مش بيقدرني مراتي مش بتديني صورة إيجابية عن نفسي كل بقى المشاكل بتيجي من هذه الجزور كلها فده بشكل عام عشان منشرح بس للسادة المشاهدين وأعتقد هو أصبح هارم معروف يعني لكن الفكرة إزاي نطبق هذه الاحتياجات مثلا على الرجل وإزاي المرأة تتنبه إلى هذه الاحتياجات شكرا دكتور أفكار كتير حلوة وذكرت بطريقة واضحة جدا رح نكمل الحديث عننا يمكن بالتفصيل وأمور أخرى بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم ما تنسوا أنه تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وأيضا على رقم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة بيسعدنا أنه نتلقى تعليقاتكم ويسعدنا أيضا الإجابة على أسئلتكم انتظرونا بعد الفاصل مرحب فيكم أحباء المشاهدات والمشاهدين في الجزء الثاني من برنامجنا مشهورة كافي بعنوان الحلقة احتياجات الرجل مرحب فيك دكتور مرة تانية أهل وسهلا بك نحن نحكي قبل الفاصل عن الحرم لأحتياجات الرجل وهلأ بالقسم الثاني سنكفي سنتابع هذه الحديث لكن قبل سنتوقف عند إيميل وصلنا من سيدة بتقول أنا امرأة متزوجة منذ خمس سنوات وأرى أنني أستطيع أن أتعامل مع رجال كثيرين في مجال عملي لكنني مع الأسف لا أستطيع التعامل الناجح مع زوجي فأنا لا أفهمه كثيرا كما أنني أرى أنه شخص غير طموح ولا أستطيع الفخر به أمام عائلتي أو أصدقائي فكيف أتصرف معه؟ سؤال حلو صعب شوي بس حلو لأنه يعبر عن واقع كثير ناس بتعيشوا في أيامنا هذه خاصة أن المرأة تعمل نعم طبعا هي ربما ناشحة في عملها وعندها بصي هو التعامل الناجح لها كما قالت عن نفسها يعني زي ما قالت كده بتعامل معناه رجالة كثير ونجحة في تعاملاتها فمؤكد بتعرف ولو مفاتيح بسيطة تتعامل مع الرجال يعني أو عن شخصية الرجل بشكل عام يعني لكن هي مش قادرة تفهم جزها لأنه هذا الشخص في رأيه عنده احتياجات عميقة أولا مش واضحة ولم تلبى بعد خصوصا هي قالت جملة غريبة جدا أنه شخص غير طموح ولا أستطيع الفخر به أمام عائلتي بصي هو يعني لما نتكلم عن هرم الاحتياجات مرة تانية بالنسبة للرجل ما فيش رجل غير طموح لكن هو رجل محبط فرق كبير كل إنسان حسب الهرم اللي شرحنا قبل الفاصل هرم الاحتياجات عنده الحاجة إلى تقدير الزات والحاجة إلى الإنجاز أو له تحقيق الزات كمان ده مهم جدا جدا تحقيق الزات يعني أنه أنجح ننحقها طموحي بعندي أحلامي بعندي أهداف كل إنسان طبيعي كده لكن على مر الحياة سواء من التربية أو غيره بتحصل أحيانا مشاكل معينة وتجارب تجارب فاشلة وتجارب محبطة تؤدي بالرجل إلى الإحباط فيبدو على السطح أنه هو مش مهتم وغير طموح وممشي الدنيا كده على الهامش وخلاص لا ما فيش رجل فعلا طبيعي حقيقي يعني سوي إلا هو شخص طموح في الحالة دي نعمل إيه لازم نرجع تاني لهذه الزوجة ونقول لها الآتي خلي بالك فيه احتياجات أساسية عند الرجل وأتمنى تكون شافت الجوز الأولاني يبدو أنها شافت الجوز الأولاني من الحلقة تعالي نطبع الاحتياجات دي وهي تاخد بالها برضو معنا مثلا الحاجة إلى الاحتياجات الفيسيولوجية من دي منها مثلا الأكل والشرب دايما فيه مقولة يعني معروفة أقرب طريق إلى قلب زوجك معدته هو يعني المسألة مش بهذه بقى ده شي مظبوط طيب ليه مظبوط في رأيك لأنه بعرف كتير أنه الرجل بتستمتع بالأكل كويس بس ليه أقرب طريق لقلبه الأكل هو بيستمتعها يمكن كمان لأنه بينتظر أن المرأة تكون هي اللي عم تحضره صحيح لأنه بيحس بمحبة خلف التعب ووفها في المطبخ إذا كان بيقدر يعني ومهتم فيه حبة أنه ترضي ده صحيح تلبي له هالرهب فده بيحس بيحس أنها هي عايز ترضي يعني من هذا المنطلق فقط يعني لكن فيه رجالة كتير ما يفريش معهم عايزه لك يعني بيأكل كتير تختلف يأكل كويس لكن تختلف طبعا فده أول مد الحاجة كمان مهمة أو من دمن الاحتياج الأول الدرجة الأولى من هرم مثله هو الجنس الجنس عند الرجل مسألة حياة أو موت يعني من الآخر كده لا تتخيل المرأة حجم احتياج الرجل إلى الجنس ولا تتخيل حجم معاناة الرجل عند امتناعها عن الجنس رغم أنه هو حاجة فيسيولوجية بحتة بالأساس يعني في تكوين الجسماني في الداخل وغيره لكن أيضا هو حاجة نفسية بالدرجة الأولى عند الرجل لأن الجنس يعطي للرجل أقولك على حاجة غريبة جدا الجنس يعطي للرجل تحقيق لكل الاحتياجات الفوق كمان يدي له احساس بالحب من المرأة هو عنده احتياج للحب عنده كمان احتياج إلى الأمان يدي له احساس بالأمان يدي له كمان احساس بتحقيق الذات أنه هو ناجح في هذه العلاقة هو ناجح الرجل في الجنس جزء من شخصيته فشلوا في العلاقة الجنسية فشل زريع وأشهر بانكسار مرير علشان كده مثلا يعني هنتكلم ممكن بعد كده في موضوع الجنس أكتر لكن أنا عايزة أقوله هو ده أول احتياج للرجل ممكن تاخد بالها السيدة الفاضلة دي منه نمر اتنين الحاجة للأمان مش بس المرأة عنده احتياج للأمان لكن الرجل أيضا عنده احتاج للأمان رجل ده من يبحث عن الأم وعن الرحم بتاع الأم اللي كان فيه في الداخل فيه جو هادي ودافي وكل احتياجاته وأمان وكل شيء موجود وبيسمع موسيقى أحيانا جوه يعني عايش في غرفة مكيفة أحسن ما يكون سبع النجوم وفجأة يخرج للعالم يقذف به في العالم فمعروف عنه صدمة الميلاد يعني بيقولوا عليها كده المهم فده مهم أقول الرجل كمان الرجل لو يكون تحت ضغط صعب قوي مهم أقول أنه هو يكون حس بالأمان بين زراعي زوجته مش بالضرورة لما تحضنه الأمور تتطور إلى علاقة جنسية لكن ممكن جدا يكون الحضن بس لمجرد اعطاءه جرع من الإحساس بالأمان كأنها أم وهنا بدور الأم الحاجة إلى الحب والانتماء مهم جدا الرجل يحب يحس أنه محبوب كمان على فكرة مش بس هو صياد ومش بس أنه هو يحب أنه يعني يباليه نزواته أو غزواته العاطفية لا فيه رجال كتير جدا جدا محترمين عايز بس يتبادل علاقة مع شخصية واحدة وتدي له إشباع بالحب يحس أنه محبوب أنه مرغوب يمكن بعض الكلام المدح أو الإطراء بتساعد كمان مش بس الإمرأة تحتاج إلى الإطراء والمدح دين إنه المدح ده ليه للحاجة إلى تقدير الزات الرجل كلما تمدحيه معناها أنك بتدخي فيه طاقة حياة بنزين بالضبط بنزين ده من يعني ببساطة كده وبالتالي بطارية الحياة عند الرجل هو المتح والتقدير من أهم من أهم من الاحتياجات عند الرجل الأبرشيش أو التقدير لو عمل حاجة بسيطة جدا وزوجته لحظتها وقالت أو عبرت بيفرمها جدا أو عمل حاجة كبيرة وعبرت ده طبعا هايل لو حتى أولاده حواليه باستمرار بيقدروا تعبوا ورجالة كتير بصراحة بعبلهم محباطين جدا من الحالة علي عارفة ليه لأنه يعمل في صمت ويضحي في صمت ويوفني ذاته في صمت محدش سائل فيه ولا دريانه وبيعمل ايه وصحته بتتلاشى شوية بشوية أو بتضيع ومحدش بيقوله شكرا حتى على تعدك ده مهمة جدا لأنها شي حكما لازم يعمله طبعا طبعا من ضمن كمان الاحتياجات اللي قلناها مثلا الحاجة إلى تحقيق الذات بصي عمل الرجل هو حياته نجاح الرجل هو حياته مش الحب حياة المرأة هو الحب هناك فرق عشان كده لما تفهم المرأة دي أنه الحب أنه تحقيق ذاته مهم جدا جدا يعني نجاحه وإنجازه وإحساسه أنه عمل شيء قايم ده مهم قوي قوي هو مش طموح هي شايفة كده لا هو محبط فتعالي دوري شوية ايه إمكانياته وإيه قدراته إيه اللي عطلوا نكاب المسيرة بتاعته وتسعدي فيه كمان الحاجة للجمال الجمال ده شيء أساسي عند الرجل وخلينا نتكلم حتى على الجمال الشكل يعني كتير جدا من الرجال يشتكوا أنه الست في البيت قاعدة بتهمن نفسها ويا ما برامج تكلمت في الموضوع ده وخلاص الحمد للان فيه ثقافة جمال منتشرة عند الستات كتير بس فيه ستات برضو وما زالوا لا تحط ميك أب ولا تلبس كويس ولا تحط بيرفيام إلا هما خارجين أو قابل العلاقة الجنسية لا ممكن جدا من عادي نحكي مع بعض يعني نشرب مع بعض مثلا فنجان قهوة وتبعدها لابسها شيء كأنها خارجة وينوت يعني ليه لأ يا فده مهم جدا ورجالة كتير بيتفاشوا من البيوت بسبب الكبح اللي في البيت حتى ترتيب البيت ده جمال حتى لو دخل من الشغل ولقى فيه فوضى في البيت وغيره ده شيء منافر رايجي عايز ارتاح والجمال مريح يعني خلي برضو أقولك الحاجة إلى الحاجة إلى إلى المخلوق أعلى إلى التجاوز إلى التعالي إلى قوة أكبر مني أو الحاجة الروحية دي اللي هي قمة الهرم بالنسبة للراجل الراجل يحب يبقى قائد روحي بس فيه كثير منهم بتنازل عن هذه القيادة ليه؟ برضو لأن فيه في السكة مشوار إحباطات عد عليه لازم نعرف هو ليه محبط من ربنا محبط من الناس محبط من نفسه محبط يمكن فشل حساس بالزنب يمكن فشل فالزوجة الزكية بتحاول أن هي تدور على النقطة وبتديله شوية بشوية مسئولية روحية بدون ضغط لأن كثير مثلا ستات تقول له اتفرج على ده اتفرج على البرنامج الروحي ده لو سمحت شوف الوعظة دي هو مش عايز الراجل ما بيجيش كده يعني الراجل عمر بيجي كده بهذه الأوامر أو المباشرة دايما بزكاء وبطريقة غير مباشرة محتبالك فده مهم جدا يعني شو كده الاحتياجات دي السبعة دي اللي قلناهم باختصار بتقهر المسلول لما نقول أنه هم يتطبقوا إزاي الاحتياجات الرجل خانيه على خاصهم لحضرتك الحاجة إلى البقاء الأكل مهم قوي للراجل مش لأنه مخلوق جشع في الأكل لا لأنه كمان هو جسمه بيبزل طاقة أعلى منها في بيحتاج أكل أكتر يعني فيول يعني هول آه طبعا طبعا الشو بسموها بالسيارة من حط البنزين آه آه إمداد يعني لفيول كويس في نفس الوقت كمان الحاجة للأمان مهم جدا للراجل أنه هو تعبان ومرهق لي أحضان مراته متاحة مهم أن نحس بالحب أنه محبوب ومرغوف مهم جدا أن نحس أن عنده هدف ومعنى لحياته ولو حتى تربية ولاده ده هدف مهم جدا مهم أن نحس أنه أنجز شيء في حياته ولو بسيط مهم أن نحس أنه أنه بيته جميل ومراته جميلة وبتهتم بجمالها مهم جدا أنه يحس أنه وقائد روحي تدريجيا أو بشكل غير مباشر ده باختصار يعني شكرا دكتور كمان أبدأ ألفت النظر أنه كل شخص هنا عم تقول أنه هو غير طموح ممكن هذا الشخص قدراته معينة ماش الكل بقدر يكون رجل أعمال ماش الكل فيه يكون مهندس ماش الكل فيه يكون طبيب يعني كل شخص يمكن هذا الرجل الذي ارتبط فيه عنده قدرات معينة يمكن عنده كفية معينة يمكن فيه شخص ما بده يصير مدير صحيح فيه فرق في القدرات ما كتف أنه يكون هو موظف عادي بيروح بيته بوقت أقرب بيهتم بعيلته بيهتم بولاده يمكن لازم المرأة تنبش على النقاط الثاني اللي ممكن تفتخر فيها فيه صحيح أنه هو رجل بيت بيهتم بأولاده بيعطيهم وقته بيجي بدرسهم بيساعدهم يعني مش ضروري يكون فيه بالعمل هو شيء يفرج الرجل أنه هو طموح فيه أكثر ما أنه يكون يكمل كل الاحتياجات المرأة داخل البيت والمساعدة شكرا دكتور لألك كان موضوع شايي جدا اليوم إلى اللقاء في حلقة جديدة نشكركم أحبائي المشاهدات والمشاهدين الكرام على تواجدكم معنا ببرنامج مشهورة كافية لا تنسوا أن تتواصلوا معنا على عنوان البريد الإلكتروني وأيضا على ركم الهاتف الظاهرين أمامكم على الشاشة بيسعدنا أنه نتلقى تعليقاتكم ويسعدنا أيضا الإجابة على أسئلتكم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى من البرنامج سلام الرب معكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر